اشتركوا في القناة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة أخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الإسلام تلك التحية التي أمر الله تبارك وتعالى بها آدم وأن يتعلم رد الملائكة عليه فجاءهم فقال لهم السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فهذه التحية تحية من الله تبارك وتعالى علمها المسلمين أحييكم بها وأعلنوا من هذا المكان أني أحبكم في الله تبارك وتعالى وهذا أمر واجب لكل مسلم على كل مسلم إذ يقول ربنا تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن لازم تولي المؤمنين محبتهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فالمودة بين المؤمنين أمر واجب يجب على المسلمين أن يحب بعضهم بعضا وهذا المجلس المبارك وهذه الوجوه الطيبة أسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمها أجر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أسأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر إن حديثي معكم في هذه الليلة هو عن قضية الشبهات التي تثار حول أهل السنة والجماعة وهذا أمر طبيعي لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق هو الذي أنزل عليك الكتاب منه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب فإذا كان القرآن العزيز القرآن الكريم القرآن العظيم يخبر الله تبارك وتعالى أن من الناس من يتبع ما تشابه منه فكيف بغير القرآن وقبل أن أخوض في موضوع الشبهات التي تثار حول أهل السنة والجماعة أريد أن أقدم بمقدمة ألا وهي أنكم محسودون وأنا أعني ما أقول الله تبارك وتعالى يقول عن المنافقين في كتابه العزيز فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيله من يكمل ودوا لو تكفرونه كما كفروا فتكونون سواء وهو كقول الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وكما قالت العرب قديما ودت الزانية لو زنى جميع النساء حتى لا يشار إليها بالزنا فإن الأمر كذلك هنا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء أنتم محسودون محسودون على ماذا أنتم الأمة الوحيدة بل الفرقة الوحيدة على وجه الأرض بين جميع الكفار وجميع المبتدعة الذين تنقلون الإسناد إلى الله تبارك وتعالى بكتابه العزيز وأنتم الأمة الوحيدة التي تنقل بالأسانيد الصحيحة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يملك أحد غيركم إسنادا إلى الله أو إسنادا إلى النبي الكريم فالله عز وجل ميزكم وفضلكم ورفع من شأنكم إذ جعلكم نقلة القرآن الكريم والله عز وجل ميزكم وفضلكم بأنه جعلكم نقلة سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والفرق المنحرفة الأخرى لا تنقل أسانيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنقل أسانيد القرآن أنتم النقلة وهم يحسدونكم على ذلك وودوا لو تكفرون كما كفروا وودوا لو تحرمون الإسناد كما حرموا فكان من لازمي هذا الحقد وهذا الحسد أنهم يريدون الطعن في قرآنكم يريدون الطعن في سنة نبيكم في أميزي وأعظمي ما تفتخرون به وترفعون به رؤوسكم حتى يكون الأمر بعد ذلك سواء هذا هو المراد اختصار فكيف السبيل إلى ذلك بيّنه الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى في كلام كما يعبر بعض أهل العلم عن بعض الكلام الجميل بهذه العبارة وهو أنه لو خط بماء الذهب لما كان كثيرا يقول الإمام أبو زرعة الرازي إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق وذلك أن القرآن عندنا حق وأن السنن عندنا حق وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يعني الطاعنين يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن فتجريح الشهود وهم الصحابة رضي الله عنهم ليس مقصودا لذاته ليس غاية وإنما تجريح الشهود وسيلة لتحقيق غاية خبيثة قال وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن والجرح بهم أولى وهم زنادقة فهذه إذن هي القضية إن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا لذاته هم لا يكرهون أبا هريرا لذاته ولا عمر لذاته ولا عائشة لذاتها ولا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذواتهم وإن كانوا يسبونهم ويلعنونهم وغير ذلك من الأمور لكنهم لا يريدونهم لذاتهم هم وسيلة لتحقيق غاية أعظم في نظرهم وأخبث في نظرنا وهي الطعن فيما نقله هؤلاء لأننا إذا قبلنا أو إذا قبل الناس ولن نقبل نحن إذا قبل الناس الطعن في هؤلاء فلن يقبلوا نقل هؤلاء لن يقبلوا نقلهم للقرآن لن يقبلوا نقلهم للسنة إذن شك في القرآن شك في السنة رفض القرآن رفضت السنة فالطعن في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يراد منه الوصول إلى الطعن في الدين كله وهذا كلام أبي زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن والطعن بهم أولى وهم زنادقة فلذلك نقول هذا الكلام ابتداء ومقدمة لما سيأتي من الحديث في أن كل طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يراد منهما وراءه وليس هو لذاته وإنما يراد شيء آخر أما الشبهات فموجودة ونحن والله الحمد والمنة لسنا ممن نعتقد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبوة ولا نعتقد فيهم العصمة وإن كنا نحبهم ونجلهم ونقدرهم ونقدمهم رضي الله عنهم وأرضاهم نعتقد عقيدة جازمة أنهم خير البشر بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونجزم أنهم على خير عظيم وأنه نزل فيهم آيات من عند الله تبارك وتعالى تشرئب الأعناق إلى آية واحدة منها أو جزء من آية كقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود من منا لا يتمنى أن يوصف بهذا الوصف من منا لا يتمنى أن يوصف بقول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أي من الإيمان والتقوى والدين فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا من منا لا يتمنى أن يكون مشارا إليه في قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأسأل الله أن جعلنا من أولئك الذين اتبعوهم بإحسان من منا لا يتمنى أن يكون ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون من منا لا يتمنى ذلك كلنا يتمنى ذلك والآيات في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في كتاب الله جل في علا نحن نحبهم ونجلهم ولا نتقد فيهم العصمة نقولهم بشر يخطئون ويصيبون ولكن أخطاءهم كحبات رمل في جبال أو كقطرات ماء في بحار لا شيء بالنسبة لحسناتهم وما أجمل ما قال شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله تبارك وتعالى عندما تكلم عن نبي الله موسى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا محمد يقول موسى ألقى الألواحة وفيها كلام الله وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقتل نفسا ومع هذا كأن الله يقول له سبحانه وتعالى وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي فكل ذلك لا ينظر إليه الله تبارك وتعالى ولكن ينظر إلى حسناة موسى صلوات ربي وسلامه عليه وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع رضي الله عنهم وارضاهم إن الشبهات التي تثار من قبل الرافضة حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو حول أهل السنة بشكل عام تستطيع أن تجيب عليها بإجابتين مختصرتين أما الإجابة الأولى وهي من أحسن ما سمعت من الإجابات وهو أنه إذا جاءك أحد من الرافضة وقال لك البخاري فيه كذا عمر فعل كذا عثمان ترك كذا عائشة قالت كذا قل له أنت دعني من عمر وعثمان وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا دعني منهم تلك أمة قد خلت ناقشني في ديني على ماذا تعترض علي في ديني لا تخاطبني في أناس قد لقوا الله تبارك وتعالى وقد قضوا نحبهم أمرهم إلى الله ولا تزر وازرة وزر أخرى دعني منهم تعال ناقشني في ديني أنا على ماذا تنتقد ديني أنا موحد لا أدعو إلا الله أنا أثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وأخذ بظاهر القرآن وأعظم سنة النبي صلى الله عزم وأنقلها بالأسانيد الصحيحة وأدعو إلى مكارم الأخلاق وأنهى عن سفاسفها وأؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وأقيم الصلاة وأصوم وأزكي وأحج وأنهى عن البدع وأنآ عنها وأحسن إلى الفقير ماذا تنتقد علي في ديني ناقشني في ديني لا تناقشني فيما فعل غيري ناقشني أنا ماذا تنتقد علي في ديني بينما أنا أقول لك أنت تقول له إنك تدعو غير الله فتقول يا علي ويا حسين ويا زهراء ويا مهدي أنت تطوف حول قبر وأنا أطوف حول الكعبة أنت تدعي تحريف القرآن وأنا أعظم القرآن أنت تخاف غير الله وأنا لا أخاف إلا الله أنت ترجو غير الله وأنا لا أرجو إلا الله أنت تستغيث بغير الله وأنا لا أستغيث إلا بالله أنت تنفي الصفات وأنا أثبتها أنت تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسب أولياء الله الذين مجدهم الله في القرآن وأنا أمدحهم وأثني عليهم أنت تطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرفع من شأنه أنت لا تملك إسناداً للقرآن ولا إسناداً للسنة وأنا أهل الإسناد والسنة أهل إسناد القرآن والسنة على ماذا تعترض أنا المسلم أنت من فهذه الشبهة الأولى أو الرد الأول الذي يرد به عليهم ألا وهو على ماذا تنتقدني أنا ودع عنك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الإجابة الأولى وهذه التي قلت لكم سمعتها من بعض أهل العلم فراقتني كثيراً أما الطريقة الثانية وهي الطريقة التفصيلية وهو الرد المفصل تعال ماذا عندك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتولى هؤلاء وأنا أدافع عن هؤلاء وأنا أقول بما يقول هؤلاء تعال ماذا عندك عليهم فأناقش شبهه واحدة واحدة وأرد عليها واحدة واحدة وأبين زيفها واحدة واحدة فهذا عن طريقان مسلكان إما الطريق الأول وإما الطريق الثاني أما الطريق الأول فلا أظن أنه يحتاج إلى بسط أكثر مما ذكرنا لأنه مختصر معتصر أما الطريق الثاني وهو موضوع جلستنا هذه ألا وهو ما أهم الشبهات التي أثيرت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نرد عليها أول شبهة تطالعنا طبعا ترتيب هذه الشبهات بناء على ما اخترته أنا في ترتيبها ليست مرتبة بالكتاب أو بالسنة أو التزم الناس ترتيبا معينا لا إنما هكذا رتبتها إن أصبت فالحمد لله إن لم أصب هم الحمد لله لأم فيه الساعة إن شاء الله تعالى الشبهة الأولى يطالعوننا بشبهة جمع القرآن الكريم خاصة في عهد عثمان وأن عثمان أحرق المصاحف رضي الله عنه وأن أبكر فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو جمع القرآن وهذه الشبهة يرد عليها أولا بأن جمع القرآن عند أهل السنة الأصل فيه جمعه في الصدور قبل الصطور وارواة القرآن الكريم هم أهل السنة ولا يوجد إسناد في الدنيا في الدنيا كلها للقرآن الكريم إلا عن طريق أهل السنة وأنا أقولها وأتحمل ما أقول في الدنيا كلها لا يوجد إسناد للقرآن إلا عن طريق أهل السنة رواة القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرة الذي نقل عنهم القرآن الكريم وترجع القراءات الموجودة إليهم والمصاحف المطبوعة إليهم أما المصاحف المطبوعة فيما أعلم أربعة رواية حفص عن عاصم ورواية ورش عن نافع ورواية قالون عن نافع ورواية الدوري عن أبي عمر هذه مطبوعة اليوم وغيرها من القراءات غير المطبوعة موجودة متداولة كقراءة البزي وابن كثير وحمزة وغيرهم وشعبة وغيرهم ترجع إلى عشرة من الصحابة إلى عمره وعثمانه وعلي وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ترجع إلى هؤلاء العشرة رواة القرآن والرواة عن هؤلاء هم أهل السنة لا يرويها عنهم إلا أهل السنة واذهب إلى أي شيء على وجه الأرض قل له ايتني بإسناد لكم أنتم تقولون أنتم أتباع أهل البيت ايتوني بقرآن رواه أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون لا يجدون رواة القرآن أهل السنة وأهل البيت من أهل السنة طريق واحد لأهل البيت يرويه الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من يروي عن الباقر أهل السنة لأن الباقر من أهل السنة فأهل السنة هم رواة القرآن ولذلك لا تجد لهم عناية بالقرآن تجد معمما آية من آيات مرجع مراجع لا يحفظ شيئا من كتاب الله بل لا يحسن قراءته بل لا يرفعون بالقرآن رأسا لأنهم كما ذكرنا بالأمس يعتقدون تحريفه فطعنهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جمعوا القرآن أنهم أحرقوا ما سواه هذه حسنة أهل السنة العظيمة وكان علي رضي الله عنه يقول لا تكثروا الكلام في عثمان فوالله ما فعل ما فعل إلا على نظار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت مكانه لفعلت ما فعل فهذه الحسنة العظيمة لأهل السنة والجماعة إذ هم حفظت القرآن ونقلة القرآن رحم الله الأحياء منهم الميتين وهم على أنهم نقلة القرآن كذلك نقلة السنة نقلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت لكم بالأمس أنهم لا يملكون أعني الشيعة لا يملكون إسناداً واحداً للنبي صلى الله عليه وسلم إسناد واحد فقط لا يملكون بينما أهل السنة يروون بالأسانيد المتعددة يكفيك أن تعرف أن أهل السنة يقولون بصحة كل ما في صحيح البخاري وبصحة كل ما في صحيح مسلم وهي أسانيد متصلة سلاسل من الدهب بل من الألمس إلى النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيحين في الموطأ في المسند في السنن وفي المسانيد الشيء الكثير المسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام يشمل جميع أبواب الدين فلا يملكون إسنادا في التفسير ولا في العقيدة ولا في السيرة ولا في الفقه بكل أبوابه ولا بالفضائل حتى الفضائل أرأيتم الفضائل ناقش أي شيعي بأي فضيلة يستدل بها من كنت مولاه فعلي مولاه أنت مني بمنزلة هارون من موسى حديث الكيساء الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها كل هذه الأحاديث لا يرويها بالأسانيد الصحيحة إلا أهل السنة ولك أنت تحدى أي شيعي في أي حديث مما ذكرت أو غيرها أو غيرها إيتني بإسناد واحد صحيح عندكم في فضل علي إيتني بإسناد واحد صحيح عندكم في فضل فاطمة إيتني بإسناد صحيح واحد في فضل الحسن والحسين والله لا تجدون إلا في كتب أهل السنة ويرجعون إلى كتب أهل السنة وينهلون من أهل السنة فارفع رأسك وكن عزيزا بهذه السنة التي تحفظها وترعاها وترويها عن سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه وكذا كن عزيزا بهذا القرآن العظيم الذي تحفظه وترعاه وجعلك الله من حفظته إذ قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وجعل سببا لحفظه وهو أنتم معاشر أهل السنة إن من الشبه التي يطالعوننا فيها وهي ما يسمى بسقيفة بني ساعدة وأنه كانت الخيانة أو أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وأنه استغل أبو بكر وعثماء وعمر وأبو عبيدة انشغال علي مع غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في تغسيل وتكفيل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا البيعة لأبي بكر هذه من الشبه ونحن نقول ابتداء كما ذكرت في البداية لا نعتقل في أصحاب رسول الله العصمة رضي الله عنه بل هم بشر يصيبون ويخطئون وإذا أخطأوا لا نتحرج أبدا في أن نقول هذا خطأ وإن كنا نتأدب معهم رضي الله عنهم وأرضاهم لكن لا نقول عن الخطأ إنه صواب أبدا ولكن نتأدب معهم رضي الله عنهم وأرضاهم فهلانا ندعي إنهم لا يخطئون ولكن ندعي ونجزم ونقسم بالله تعالى على أن جل ما ينسب إليهم من الأخطاء هو كذب وزور عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم وهم كانوا أشرف وأتقى وأنقى مما ينسب إليهم أو ينسبه إليهم أولئك الفجرة سقيفة بني ساعدة أرويها لكم كما رواها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أو قريبا من ذلك وذلك أن عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الحج بلغه أن أحد الناس يقول لأن مات عمر لأبايعن فلانا فإنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فلتكن بيعة فلان فلتة وتمشي الأمور كما مشت في عهدي أبي بكر فلما بلغ هذا القول عمر رضي الله عنه أراد أن يتكلم ثم نصح بعض الصحابة وهو عبد الحام بن عوف ألا يتكلم بهذا بين عامة الناس في الحج ولكن إذا رجع إلى المدينة لأن المتكلم من المدينة والذي قصد أن يبايعه من المدينة فموضوع خاص في المدينة فليكن علاجه في المدينة فاقتنى عمر بذلك فلما رجع عمر إلى المدينة وأتم الحج قام في الناس وقال خطبة طويلة رضي الله عنه وأرضاه وكان من ضمن هذه الخطبة أو هذه الخطبة أنه قال إنه اجتمع الأنصار في سقيفة بن ساعدة بينما يغسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد طال الوقت في تغسيله صلى الله عليه وسلم لأنهم وهم يغسلونه يعني عليا والزبير والفضل من العباس وشقران وأسامة أولا الذين اجتمعوا لتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم أطالوا الوقت في تغسيله إنهم اختلفوا هل يجردونه كما يجردون الناس أو لا لأنه أول مرة يموت بين أيديهم نبي ليسوا مثل بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي لا هؤلاء العرب أول مرة يأتي نبي بين أظهرهم والآن مات هذا النبي فاختلفوا كيف يغسلونه كيف يكفنونه أين يدفنونه كيف يصلون عليه مسائل كثيرة جديدة بالنسبة لهم فاختلفوا في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغسلونه هل يجردونه كما يجرد الأمنات أم أنه لا يجرد لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلال هذه الفترة وفترة التغسيل بلغ الخبر عمر أو بلغ الخبر عمر أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وقالوا منا أمير ومنهم أمير وذلك أن بعض الأنصار لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم متأكد الناس من وفاته اجتمعوا قالوا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما العمل الآن من سيدير شأن هذه الدولة من يدير أمورها نحن أم المهاجرون لا عن حقد ولا عن حظ نفس ولا عن كذا لكن الدولة لابد لها من حاكم فقالوا من فقال بعضهم منا أمير ومنهم أمير حتى تستقيم أمور هذه الدولة فأحد الأنصار لم يعجبوا هذا الكلام يعني كيف تجلسون أنتم تناقشون موضوع الإمارة والمهاجرون لم يحضروا ومثل هذا الأمر يجب أن يحضره الجميع خاصة إذا علمنا أن المهاجرين أقدموا إسلاما من الأنصار وأكثر نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقربوا إلى النبي بل وأحبوا إلى النبي والعشرة المبشرون بالجنة منهم فكيف يكون هذا الأمر اتفاق بين الأنصار دون الرجوع إلى المهاجرين فلم يعجبه هذا الأمر ويذكر أنه بشير بن سعد فذهب فلقي عمر وعمر ينتظر انتهاء علي والزبير وشقران وأسامة والفضل من تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له اجتماع الأنصار فتضايق عمر من ذلك فذهب إلى بكر وقال إن الأنصار قد اجتمعوا نذهبوا إليهم حتى لا يكون أمر يقول عمر إن تركناهم وما أرادوا وبايعوا أحدهم صارت مشكلة إما أن نسلم ونبايع وهذا خطأ لأنهم ليسوا من أهل الحكم وإما أن نمتنع بعد أن تمت البيعة فتكون أيضا مشكلة أخرى فقال لأبي بكر بنا نذهب إلى إخواننا الأنصار وذكر لهم ما حدث فقال نعم فذهب أبو بكر وعمور ذهب معهما أبو عبيدة ثلاثة فقط من المهاجرين فلما وصل إلى الأنصار يقول عمر وقد زورت في نفسي كلاما أي هيأت كلاما وأنت الآن أنا قبل أن آتيكم كنت أزور كلاما ليس من التزوير الكذب أزور يعني أحضر طيب كنت أزور وأنت إذا ذهبت إلى أي مكان أن تتحدث بشيء أو كيف تزور كلاما أي تحضر كلاما في نفسك ماذا سأقول بماذا سأتحدث وهكذا بل حتى الشيخ حفظه الله أين هو الشيخ إمامنا أين إمامنا ليسوا مجودا دخل طيب أيضا كانوا يزورك ماذا سيقرأ بنا في صلاة المغرب ولأ لعله يزور ماذا يقرأ لها صلاة العشاء صحيح طيب فيقول عمر زورت في نفسي كلاما خشيت أن لا يبلغه أبو بكر يعني أن لا يقوله أبو بكر فلما وصلنا إليهم جئت أتكلم لأني زورت حاضر مستعد فلما أردت أن أتكلم فقال لأبو بكر على رسلك أسكت ولم يكن لي أن أخالفه عمر يدري من هو أبو بكر تدرون لماذا لأنه وقعت حادثة بين عمر وأبو بكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خصام حصل بين أبو بكر وعمر كأي أناس يحدث بينهم خصام قلنهم بشر فأسرع إلى عمر في الكلام ثم رجع فقال لي عمر اغفر لي الذي قلته فقال عمر لا أغفر لك تخطئ عليه ثم تقول اغفر لي لا أغفر لك ثم انصرف عمر فحزن أبو بكر كيف لم يغفر له عمر ما وقع منه فذهب يشتكي ألا من الذي أسرع بالكلام المفروض من الذي يشتكي عمر أو بكر هو الذي اشتكه فذهب يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قال الحقيقة قال يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إلي أنا مخطئ طلبت منه أن يستغفر لي فلم يغفر لي في هذا أنا أخطأت واني أسرعت لكن هو أخطأ أنه لم يغفر لي فقلت له استغفر لي فلم يغفر لي فقال النبي صلى الله وسلم يعيو بكر يغفر الله لك يا أبو بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر لم يغفر عمر يغفر الله ألا يكفيك فهدأت نفسه أي بكر رضي الله عنه يقول له عمر فلما رجعت إلى البيت ندمت أني لم أغفر أوابون سريعون رجعة فذهبت إلى بكر في بيتي حتى أقول له قد غفرت لك فلم أجده قلت هو إذن عند رسول الله لا يوجد مكان ثالث لهذا الرجل فذهبت إلى النبي يقول أبو الدرداء راوي هذا الحديث يقول فلما أقبل عمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه مغضبا النبي قام مغضب إلى عمر فجث أبو بكر على ركبتيه بين يدي النبي وعرف الغضب في وجه النبي على عمر فقال يا رسول الله أنا كنت أظلم أنا اللي غلطان أبو بكر يقول لنعلم أن نبي غضب على عمر قال يا رسول أنا كنت أظلم أنا كنت أظلم يقول أبو الدرداء والنبي لا يلتفت إليه لا يلتفت إليه بكر يريد من يريد عمر فلما وصل عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا عمر أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لصاحبي هذه الكلمات هل أنتم تاركوا كأنه يقول لهم هذا صاحبي الخاص كلكم لا تصلون إلى منزلة هذا الرجل فهل أنتم تاركوا لصاحبي يقول أبو الدرداء فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا عرف الناس إيش قدره ومكانته عند رسول الله وعلى رأسهم من عمر فلما قال له بكر أسكت ماذا قال سكت تذكر ذلك اليوم ولا أدري هل تذكر رحمة الله لكن المهم أكيد فالشاهد من هذا فقال يا بكر انتظر ثم تكلم أبو بكر فقال في ارتجاله ما زورته في نفسي وأكثر وزاد على ذلك وما ترك فضيلة من فضائل الأنصار إلا وذكرها يذكر مكانتهم من فضلهم ثم قال لهم ولكن قد علمتم أن الأمراء من قريش ليست قضية أنا أريد الإمارة أو كذا هذا دين هذا دين الإمارة في قريش نحن الأمراء وأنتم الوزراء انتهى الأمر الإمارة في قريش وليست فيكم وفي رواية أنه قال وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش هذه من سند أحمد الأئمة من قريش ولذلك تجد أن الأنصار سلموا بهذا تماما فلا يعلم أن أنصاريا طلب الحكم بعد هذا اليوم أبدا لا يعلم أن أنصاريا طلب الحكم أبدا لا يعلم لأنهم عرفوا أن الإمارة في قريش انتهى الأمر وإلى اليوم وهذا الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن الإمام الأعظم للمسلمين الأصل أن يكون قريشيا الإمامة في قريش ثم قال أوبكر إن شئتم فبايعوا أحد هذين الرجلين يعني عمر وأبا عبيدة وهما كان من أكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهما راض عمر تضايق من هذا الكلام قال والله وعمر صاجق مبار عندما يحلف قال والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يلحقني في ذلك ذنب أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر تصور لما يقول هذا الكلام أحد مثل عمر ترى ما منزلة أبي بكر عنده يقول أقدم فتضرب عنقي لكن أهم شيء لا يلحقني في ذلك ذنب أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر بل نبايعك أنت يقول لأي بكر الصديق فقاموا مد يده وبايع أبا بكر ثم بايعه أبا عبيدة ثم قام الأنصار فبايعوا أبا بكر هذه سقفة من ساعدة باختصار هذا الذي حدث يقول عمر وقد كانت فلته لأنه لم يكن محضر لها ما ذهبوا ليبيعوا أبا بكر عند الأنصار وإنما ذهبوا ليقولوا الأنصار ليس هذا وقته الحديث الآن في هذا الموضوع انتظروا لكن يقول عمر وجدنا أنفسنا في ورطة لأنهم أعلنوا منا أمير ومنكم أمير إما أن نتابعهم وإما أن نعارضهم إذا تمت البيعة فلابد أن تمنع هذه البيعة وبهذه الظروف تمت البيعة لأي بكر الصديق رضي الله عنه وارضه لكن كما يقول شيخ سامتيمي وغيره من أهل العلم لم تتم البيعة تماما لأي بكر هنا وإنما تمت في المسجد من الغد فراجعوا من الغد في المسجد وأعلنت البيعة لأي بكر في المسجد وليس في سقيفة بني ساعدة ولم يعارض في هذا أحد حتى الأنصار ليذكرنا لما قال لهم أبكر منا الأمراء ومنكم نزراء أو قال لأئمة من قريش سلموا بذلك وأما الدعوة الباطلة التي تقول سعد بن عبادة بعد ذلك كان لا يصلي معهم ولا يقف بعرفة معهم هذا كله كذب كذب وسعد بن عبادة أكرب من ذلك كثير وإنما جاء في رواية البخاري في لحظتها أنه قال رجل من الأنصار قتلتم سعدا لكن ستتم البيعة من الأنصار لسعد بن عبادة أنه هو الأمير لأنه كان رأس الخزرج والخزرج كانوا أكثر من الأنصار وأقوى فقال أحدهم قتلتم سعدا فقال عمر قتل الله سعدا يعني إن كان سعد سيموت من هذه فقتله الله هذه لا تميتهم بالعكس هذا حق هذا الدين ولكن سعدا لم يموت ولم يقتل وعاش وبايع أبا بكر واستمرت الأمور طبيعية جدا بقيت قضية وأنا آسف جدا يعني الوقت قد لا يتسع لذكر كثير من كل شيء نطيل فيها هكذا لكن أنا أتصور يعني أن تعطى المسألة حقها أحسن من أن يعني تسلق سلقا فتمت البيعة لأي بكر وانتهى الأمر بعد أن رجعوا إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون تغسيله غسل النبي كفنا صلوات ربي وسلامه عليه ذلك يوم الأثنين وصلوا عليه فرادا صلى الله عليه وسلم إذ ما كانوا يجرؤون أن يجعلوا إماما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فصل عليه الرجال ثم صلى عليه الصبيان ثم جاءت النساء وصلت عليه ثم جاء العرب والمسلمون من خارج المدينة جاءوا يصلون عليه واحد كل واحد يأتي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا يوم الأثنين حتى يوم الثلاثاء ليلا لهي ليلة الأربعاء دفن صلوات ربي وسلامه عليه دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ظهرت شائعة أن علي لم يبايع رضي الله عنه وأنه كان يرى أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس الأمر كذلك أبدا فعلي من صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وما كان يرى علي أنه خير من أبي بكر أبدا فبين علي وبين أي بكر أكثر من ثلاثين سنة في العمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثمان وثلاثون سنة ولأ علي ثمان سنوات فعلي لم ينازع أبا بكر الخلافة أبدا علي من شباب الصحابة بين أبا بكر من شوخ الصحابة وكبارهم بل إن علي رضي الله عنه لما سئل من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وصرح بهذا وكان يعلنها على مسجد الكوفة يقول من فضلني علي بكر وعمر جلته حد المفتري فسماه مفتريا وتعهد بجلده رضي الله عنه وارضه فكيف بعد ذلك يرى أنه أحق بالخلافة من يكر ما كان يرى ذلك أبدا ولكن الذي وقع أنه لما تمت البيعة لأي بكر الصديق وبيعه الناس جميعا واستقرت أمور الناس وقع أن فاطمة رضي الله عنها مرضت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فانشغل علي بها عن الناس فكان بالكاد يصلي ثم يرجع إلى فاطمة يصلي فيرجع إلى فاطمة والله أعلم كم بقيت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قيل أربعة أشهر وقيل ستة أشهر ولا يذكر أكثر من ذلك إما أربعة أشهر وإما ستة أشهر عاشتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفن فاطمة رضي الله عنها رأى علي أن الناس ينظرون إليه يعني بش مئزاز بالتسخط بغضب لماذا أنت معتزل لماذا أنت ترفض باعة أي بكر كأنك ترفضها فقام علي وبايع با بكر علانية أمام الناس فهنا قال بعض الناس هل علي بايع ثم بايع المرة الثانية أو أن علي لم يبايع إلا بعد موتي فاطمة أو أن علي بايع فقط في البداية ولم يبايع في آخر الأمر على ثلاثة أقوال أشهرها أن علي بايع في بداية خلافة أي بكر ثم بايع بعد موتي فاطمة لأن بعض الناس ظن أنه لم يبايع جاءت الرواية عند رواها ابن خزيمة كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وابن عساكر أن من حديث أبي سعيد الخدري أن أبو بكر صدق لما تمت له البيعة قال لم أرى علي ولم أرى الزبير أين علي والزبير ما بايعه في أول يوم البيعة لما بايع الناس قال أين علي وأين الزبير يتوني بهما يريد أن يسمع منهما فجاء الزبير ابن العوام فقال له ابو بكر ما لك يا زبير يا ابن عمة رسول الله أردت أن تشق عصى المسلمين لماذا لم تبايعه فقال لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله ثم جاء وبايعه قال أين علي اتوني بعلي فذهبوا إلى علي وقال أن أبو بكر أطلبك وهذا في أول يوم أو ثاني يوم في البيعة فجاء علي فقال له ابو بكر ما لك يا علي يا ابن عمي رسول الله وختنه على ابنته أردت أن تشق عصى المسلمين فقال علي لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله ثم جاء وبايعه وهذه إسنادها صحيح كما قال حاضر الكثير والإمام مسلم وفيها أن علي بايع مع الناس وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة أن علي بايع لكن القضية أن علي بعد ذلك اعتزل لحاجة فاطمة فظن البعض أنه لم يبايع خاصة إذا قلنا أنه جاء في اليوم الثاني وبايع فظن البعض أنه لم يبايع رضي الله عنه فجاءت رواية في البخاري أن فاطمة رضي الله عنه هذه شبهة ثاني سنذكرها إن شاء الله تعالى لما جاءت إليه بكر الصديق تطلبه إرثها من النبي مراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ليس لك ميراث فوجدت فاطمة فوجدت فاطمة في نفسه وجدت يعني غضبت من الوجد وهو الغضب والحزن فوجدت فاطمة فلم تكلمه بعد ذلك يعني أبا بكر وكان علي عندها أن يمرضها أنها مريضة رضي الله عنها وظل علي عندها فلما توفيت أي فاطمة رضي الله عنه وجد علي وجوه الناس قد تغيرت عليه في السابق كان يعني لوجود فاطمة وانشغاله معها يعني لا يظهرون غضبهم أو حزنهم أو استياءهم من علي رضي الله عنه لكن لما فماتت فاطمة أظهروا له يعني استياءهم من امتعاده فلما رأى ذلك رضي الله عنه قصد طلب أبا بكر أن يأتيه فجاءها أبا بكر فقال علي يا أبا بكر والله إنا لم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك يعني لم نحسدك على هذه الخلافة التي ساقها الله إليك ولكن كنا نرى أن لنا في الأمر شيء هنا تحتمل معنيين لنا في الأمر شيء ما هو الأمر يحتمل الخلافة أنا لي الخلافة أنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو تحتمل الشورى أنه لم يأخذ رأيي في هذا الأمر لم نستشر فجأتمون جلستم في السقيفة ثم جئتم إلى المسجد أعلن أبا بكر قموا بايعوا أبا بكر تمت البيع علي أبا بكر ونحن نغسل الرسول لا ندري عن شيء فإما أنه يريد أن لنا في الأمر شيء الخلافة وإما أنه يريد لنا في الأمر شيء يعني الشورى والاستشارة وكل الأمرين وارد ولكن تعالوا لننظر أي الأمرين أرد رضي الله قد يكون أمر ثالث ما أدري عنه لكن أنا ليظهر لهذا الأمر الأمر الأول وأنا أريد أيضا أن تشاركوني في الاختيار الأمر الأول أنه يريد الخلافة أن لنا في الأمر شيء أي الخلافة والدلع لكنه لم يبايع وظل كذلك مبتعدا حتى ماتت فاطمة ورأى نظر الناس إليه قد تغير وكذا وكذا سلم وبايع مضطرا حتى تستقيم أمور الأمة هذا وارد الأمر الثاني أنه يريد الشورى لم يأخذ رأينا في ذلك والدليل على هذا أنه لما سأله ولده أقرب الناس إليه محمد ابن علي ابن أبي طالب لما سأله قال له من خير الناس بعد رسول الله قال أبو بكر قال ثم أنت قال ثم عمر قال ثم أنت قال إنما أنا رجل من المسلمين قال وخشيت أن يسمي ثالثا يعني غيره فعلي ما كان يرى أنه خير من أبي بكر أصلا وفي الحديث الآخر الذي ذكرته قريبا الذي ذكره شيخ سنتيمية نقل عن بن عساكر وغيره وذكر أنه مشهور عند أهل الكوفة وكان علي قاله أكثر مرة على مبار الكوفة وهو أنه قال من فضلني على أبي بكر وعمر جلت حد المفتدين ما يدل أنه كان يقدم أبي بكر على نفسه ولا يرى جواز تقديم نفسه على أبي بكر ثم كذلك الذي يعترض أو يرى أن الخلافة له قبل أبي بكر أليس من باب أولى أن يعترض على خلافة عمر كذلك كذلك خير اختار علي وطلحة اختار عثمان وسعد اختار عبد الرحمن بن عوف ثم اعتذر عبد الرحمن عوف فصارت بين علي وعثمان ثم اختير عثمان وبايعه علي فما كان يرى بل علي رضي الله قال والله إني لكم وزير خير لكم مني أمير وقال ذروني واخذوا وبايعوا غيري فما كان علي حريصا على الدنيا وحريصا على الخلافة أبدا فمن خلال هذه الذي يظهر أنه قال كنت أرى أن لنا أو كنت أظن أن لنا في الأمر شيء الشورى وليس الخلافة وهو كذلك هو من أهل الشورى لا شك فإذا أضفت إلى هذا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال عنها بعض أهل العلم كابن حزم إنها نص جلي في خلافة أي بكر وقال غيرها إنها نص خفي في خلافة أي بكر تلك المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله سألته عن أمر فقالت رأيت إن جئت من العام القادم فلم أجدك فإلى من قال إيتي أبا بكر وقال أبو الدرداء قال تريد الموت يعني إذا مت وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتيني بكتاب لأكتب لي أبي بكر فإني وادعي لي أخاكي فإني أخشى أن يتمنى متمنن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وكذا قوله مروا أبا بكر فليصلي بالنس ولما سأله عمر بن العاص من أحب الناس إليك قال عائشة قال ومن الرجال قال أبوها والحديث اللي ذكرناه قريبا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم تاري كله صاحبي وحديث أبي سعيد الخدري لما قام النبي صلى الله وسلم وقال إن رجلا خيره الله بين ما عند الله وبين الدنيا وزهرتها فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر يقول أبو سعيد فعجبنا له يخبر رسول الله عن رجل خير ويبكي أبو بكر يقول فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا ثم هو صاحب الرسول في الغار ثاني اثنين ثم هو صاحبه في كل معاركه وفي كل سفره دائما أبو بكر معه رضي الله عنه فعلي يعرف قدر أبي بكر رضي الله ولم ينافس أبو بكر على الخلافة بل ولم ينافس عمر رضي الله عنه فالذي تميل إليه النفس أن علي رضي الله عنه أراد بقوله كنا نرى أن لنا في الأمر شيء يريد أمر الشورى لا أمر الخلافة فمن يوافقني في ذلك يرفع يده دعنا نشوف بس لا يوجد مشكلة والذي يخالفني يدفع خمسة يورو لا يوجد لا يوجد المخالفة كونوا جميعا طيب والذي يرى أن علي كان يرى له في الخلافة شيء يرفع يده هذا رأيه حقه طيب الآن يبقى عندنا الحديث الذي مر وقضية ولم يكن بايع علي رضي الله عنه في تلك الأيام في هذه الرواية الذي يظهر من خلال قراءة هذا الحديث وتخريده وتمع طرقه أن هذا من بلاغات الزهري وزياداته وليس من رواية عائشة رضي الله عنها أو كما قال بعضه العلم إن عائشة قالت ما علمت وأبو سعيد قال ما علم فعائشة لم تعلم أن علي بايع في أول الأمر وأبو سعيد علم ومن علم حج على من لم يعلم فيقدم قول أبي سعيد الذي رأى علي يبايع على قول عائشة التي لم تسمع أن علي بايع فهذه هي الشبهة الأولى وهي سقيفة بني ساعد وتأخر علي عن البيعة وقلنا لم يتأخر عن البيعة رضي الله عنه ولم يغضب على أي بكر ولم يحمل على أي بكر وطالما أنا ذكرت في البداية أنه فاطمة جاءت تطالب بميراثها من أي بكر إذا لازم أن نذكرها كشبهة ثانية بعد هذه الشبهة وحتى لا تتداخل الأمور وإن كانت هذه يعني ليست طريقة التي يريدها الإخوة أنا ما أدر والله لكن أنا أريد هذه طريقة يسمحون لي إن شاء الله تعالى إن كان أحد له سؤال حول هذه القضية فنبدأ بها الآن ونؤجل الكلام على الميراث فاطمة إلى من تتهي أسئلتكم تفضل ممتاز يقول هناك من يقول إن علي بايع خوفا فهل هذا مدح لعلي أم ذم هذا ذم لعلي رضي الله عنه علي عندنا أكرم وأشجع من أن يبايع خوفا ليس علي من من يبايع خوفا رضي الله عنه فعلي أكرم من ذلك وأشجع من ذلك هذا طعن في علي ولا يقول هذا إلا من لا يحب علي لأن الأمر لم يقف عند هذا هم لم يقول إنه بايع خوفا أتدرون ماذا يقولون قالوا جر كما يجر الخروف إلى المسجد هكذا يقول جر كما يجر الخروف إلى المسجد ثم قيل له بايع فبايع هل هذا يليق بعلي وهل هذا يليق بأخلاق أصحاب النبي وهل هكذا كانوا عبدا وإنما لا يقول هذا إلا من لا يحب علي رضي الله عنه سلم لا 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 هذا في حياته أنا استدركت قد حدث قبل موته لا هذا قبل موته هذا هذه القصة الخصام اللي يوقع بين يبكر عمر هذا في حياتي النبي لا 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 في حياتي هذا لكن أنا ذكرتها بعد أنا أخطأت لا لا أنا أخطأ أني ذكرتها بعدها مباشرة بعد أن تكلمت عن موته ذكرتها استدراكا هذا حديث الرزية سيأتينا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله حديث الرزية سنتكلم عنه بعد أن نتكلم على ميراث فاطم إن شاء الله أنا أقول فيه شبهات طيب يقول سؤالي لقد ذكرتم الخصام الذي وقع بين عمر وأبي بكر هذا الكلام وطلب أبو بكر المغفرة من عمر ولم يغفر له فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له ما حصل بينه وبين عمر فقال النبي يغفر الله لك قالها ثلاث مرات هل يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص بأبي بكر وقد أم نأخذ القاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب ممتاز لكن إن علمت أن الله غفر لك إن علمت أبو بكر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطقه عن الهواء الذي يحى إليه قال يغفر الله لك ثاني النبي قال يغفر الله لك الدعاء والأصل في دعاء النبي صلت أنه مستجاب فقال يغفر الله لك يا أبو بكر إذا لم يغفر عمر وهذا ممكن أن يؤخذ فيما لو تخاصمتنا ورفض أحدهم أن يغفر لصاحبي أنت تدعو لا تقول أسأل الله أني يغفر لك ولو لم يغفر لبعض الناس صعبين تقول لي سامحني يقول لا أسامحك سامحني خطأ بسيط لا أسامحك وحاسبك عند الله يا أخي حاسبني عند الله لا أسامحك فبعض الناس قد يكون صعبا جدا تسفضل يا شيخ ما رب وزيد ما رب وزيد عندنا يقول ما رب وزيد ولا عن يزيد أولا يزيد ليس صحابيا يزيد بن نوعاو يليس صحابيا ولا أتصور أن من أخلاق المسلم أنه يلعن والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطعان ولا اللعان ويقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البديء وإنما هؤلاء انتسبوا إلى دين يقوموا على اللعن والعياذ بالله وليس الأمر يقف عند لعن يزيد ولكن تجاوزوا يزيد فلعنوا عمر وآيشة وأبا بكر وعثمان وخالد بن الوليد وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الحمد لله معاشر أهل السنة والجماعة لا نرى اللعنة بهذه الطريقة على عامة المسلمين وهذا لا شك أنه باطل دخل وقت الصلاة يا شيخ إذن نقف ونقوم بعد الصلاة نقوم بعد الصلاة إذن نقف الآن إن شاء الله تعالى ونقوم بعد الصلاة بحول الباري ترجمة نانسي قنقر